بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رح نكمل مع بعض الشابتر الثاني بعنوان رح نتكلم في هذا الشابتر عن نعرف ايش هي تصنيهاتها وما الى ذلك من 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 خصائص الـ Outline تبعي الشابتر هذا نتكلم عن Introduction to Cloud Computing بعدين رح نتكلم عن Cloud Services Models بعدين Cloud Deployment Models بعدين رح نتكلم بشيء من التفصيل عن Components of Cloud Architecture المكونات الرئيسية للCloud Architecture اول حاجة بننعرف الـ Cloud Computing ايش هي الـ Cloud Computing Cloud Computing هي عبارة عن is a type of computing that relies on shared computing resources rather than having local servers or personal devices to handle application يعني الفكرة من Cloud Computing عبارة عن نوع من الحوسبة اللي بعتمد على shared computing resources مشاركة الـ resources مشاركة الـ computing resources بدل ما احنا نعتمد على local servers local or or personal devices عشان نعمل تطبيق معين أو عشان نخزن بيانات معينة أو عشان نستخدم application معين بدل ما اعمل هذا الـ application أو هذا التطبيق أو أخزن هذه البيانات على حاسوبي الشخصي بخزنها على computer ثاني بخزنها على computer resource آخر طبعا هذا resource مش إليه لحالي بالمشاركة مع مع users آخرين هاي الفكرة Cloud Computing is internet based computing طبعا بعتمد على الانترنت طبعا الوصول لهذه الـ resources احنا قلنا resources معناها computing resource أو storage resource أو application طيب الآن الوصول لهذه الـ resources بعتمد على الانترنت طبعا ما أنا يعني عشان أوصل الـ resources هاي الـ computer computing resource أو storage resource لازمني أني أكون متصل بالانترنت whereby shared resources software and information are provided to computers and other devices on demand like the electricity grid يعني هو عبارة عن وصول للـ resources طبعا هذا الوصول باستخدام الانترنت وصول resources طبعا بحكي لك أن الـ resources ممكن تكون software أو information that are provided to computers on demand on demand بناءا على الطلب بناءا على طلبك أنت يعني أنا بدي مثلا بدي عمل مساحة تخزينية بدي عمل مساحة تخزينية إلي مثلا 15 جيجا بأطلب أني أنا بدي 15 جيجا ممكن أنا عمل مساحة تخزينية بطلب أني بعمل 100 جيجا على حسب طلبك يعني زي كأنك أنت أعتبرها زي اللي هو electricity grid زي كأنك أنت بتستخدم الكهرباء أو كأنك تستخدم الماء والكهرباء أنت بتدفع في النهاية الفاتورة تحت الكهرباء بناءا على استخدامك وهذا نفس الشيء بناءا على استخدامي للكمبيوترس اللي أنا طلبته بناءا على استخدامي للـ storage space اللي أنا طلبتها بدفع الفاتورة تمام أو يعني بدفع بدفع هو هو الـ cost تبع الـ resource تمام يعني cloud computing in other words the practice of using network of remote servers hosted on the internet to store عشان خزين manage and process data rather than a local server or personal computer اللي بيسموه بكلمات أخرى وبمعنى آخر بيسموه on-premise يعني كلهم نفس الفكرة بيدوروا حوالي نفس الموضوع أنه أنا باستخدم resource موجودة في مكان ما بقدر أوصل لهذه resource باستخدام اللي هو الانترنت أو باستخدام الـ network وبعمل عليها اللي هو الـ process أو الـ application طبعا أنا إيش الأشياء اللي ممكن أعملها نفس الأشياء اللي ممكن تعملها على الـ computer الخاص ممكن تعمل على هذه resources بدك أنت تخزن بيانات تخزن ملفات ممكن تستخدم مساحة تخزينية في هذه resources بدك أنت تعمل manage إدارة لهاي البيانات ممكن تعمل لها manage ممكن تعمل تعملها processing تحليل تنقيب لهذه البيانات تعملها processing ممكن تعملها برضو على هاي اللي هو servers بدك أن تعملها على local server أو personal computer طبعا الـ local server أو personal computer بنسميها on premise يعني ممكن خلال هذا الشابتر نتكلم لما نقول مصطلح on premise معناته أننا بنقصد الكمبيوتر الخاص فينا الـ personal computer أو local server نسموها on premise طيب الآن لما نتكلم عن on premise versus cloud providers الآن نتكلم عن الفرق ما بين أنك أنت تعمل process على computer أو تعمل application تطبيق على computer on premise أو تعمل على cloud إيش الفرق في on premise على حسوبك الشخصي you own the servers أنت بتمتلك السيرفر you hire the IT people أنت بتم طبعا إذا تعمل شركة أو بدك تعمل مؤسسة أنت السيرفر أنت تشتريهم أنت ستمتلك لك you hire the IT people أنت ستعمل توظيف حتوظف ناس عشان يعملوا maintenance للسيرفرات ويعملوا update وهكذا you pay or rent the place أنت بدك مكاتب طبعا لك عشان بدك أنت تأسس لهم مكتب مكتب للشركة you pay or rent the place you take all the risk أنت طبعا برضو بتاخد أو أنت بتحمل كل مسئولية أو كل المخاطرة مخاطرة إيش مخاطرة مثلا إذا الـ data خراحت مخاطرة إذا صار فيه damage في السيرفر مخاطرة إذا صار فيه كارثة طبيعية والسيرفر أو الـ المخاطرة التي اشتريت هاي خربت فأنت تتحمل كامل المسئولية بينما لما بدك تستخدم الـ cloud لأنك أنت أستخدم cloud service بديش أشتري كميوترات لحالي بدأ تأجر service تأجر السيرفر هذه بالإيجار في هذه الحالة مخاطرة تأجر السيرفر ليس لك السيرفر هذا بيكون أنت متأجر بالإيجار مخاطرة تأجر الـ أنت لم تلك علاقة أن أن أنت تجيب الـ ويعمل أبديت للسوفتوير تبعت الـ للسوفتوير تبعت الـ الكمبيوتر مثلا أن يعمل مينتينس يهتم بالموضوع الباكب تبع الداتا وهذه الأشياء أنت ما عليك أنه أنا أريد سيرفر يكون شغل وهذه الـ تبعتي و لا علاقة بالمينتينس والأبديت تبعت الأشياء هذه بعض أن 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 تأجر بالإيجار أن 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 تهتم أن أن تشوف مكان للإيجار و تلاقي مكان عشان تضع في السيرفرات هذه إنت بس مسؤول عن ال و مسؤول عن الكودين إذا أن تطلب بلاتفور زي ما رح نتكلم عن الموديل سبعة الكلاود كومبيوتين أنت المسؤول فقط على و و واحد الثاني اللي هو السيرفيس بروفايدر هو اللي رح يتحمل باقي الأعباء طيب كومون كلاود سيرفيس إيش هي السيرفيس اللي مشهورة أو السيرفيس المعروفة اللي ممكن اللي يعطينا إياها كلاود بروفايدر that are grouped various types of services فيعنى أكتر من خدمة لالكلاود ممكن أكتر من خدمة لالكلاود ولكن the foremost common types of cloud services for infrastructure as a service would be يعني فيعنى إحنا أكتر من أكتر من سيرفيس ممكن تقدم زي ما رح نشوف ولكن الأكتر أشياء four most common types of services اللي هي compute اللي هو الخدمة الحاسوبية الحاسوب بدي حاسوب networking ممكن برضو إحنا نوفر لك network مش لازم تشتري routers مش لازم تشتري dns مش لازم تشتري اللي هو الأشياء الخاصة بالشبكات إحنا رح نوفر لك الشبكة بس إنت ما عليك إلا تعملها configuration وتعملها manage وإدارة database ما فيش دعي إنك إنت تحمل مسؤولية إنك إنت تشتري software وتنزل على الجهاز تبعك وكذا إحنا بنعمل لك إياها database وما عليك إلا إنت تعمل configuration وتبرمج database هاي وتنشئ database على على سيرفراتنا اللي موجودة عنا وستوريش بدك تخزن مساحة تخزينية بنعطيك مساحة تخزينية طبعا في كتير في سيرفزيز أخرى غير هاي compute والdatabase والستوريج والنتوركينج هاي تعتبر basic أو most common types of cloud services في خدمات أخرى ولكن هاي 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 طبعا the term cloud computing كلمة cloud computing أهلا ما نتكلم عن cloud computing بيجي في بالنا اللي هو الحوصة السحابية إنه إنه بس بتوفر لك حوصة بتوفر لك computer مثلا computing بس تختص إنه تعمل computing هاي الكلمة أو term هذا المصطلح can be use to refer to all categories even though it has compute يعني هاي الكلمة و لما نتكلم cloud computing معنا نحن بس بنقصد إنه الجزء الخاص بالcomputer أو computing service لنقصد فيها الكلمة بنقصد فيها cloud services كلها بشكل عام سواء كان database ولا storage ولا networking ولا applications ولا software ولا أي نوع من أنواع الخدمات المقدمة من cloud ممكن إحنا نطلق عليها أو تندرج تحت cloud computing طيب نتكلم عن five characteristics of cloud computing إيش الخمس خصائص الخاصة بالcloud computing أول أول حاجة on demand self service يعني خدمة عند الطلب أنا بطلب هذه الفيلمة بطلبها on demand self service أنا هذه خدمة عند الطلب أنا بدي مثلا مساحة تخزينية 100 جيجا على طول وقت مع أني أطلب هذه الشغلة طبعا كيف أطلبها أنا بإستخدام هو cloud management console أي service provider أي cloud service provider أي واحد عنده بوفر لك خدمات cloud بعمل لك في بوفر زي واجهة من خلالها ممكن أنت تطلب ال resource اللي بدك هي on demand self service users can provision resources and use them without human interaction from the service provider بدون أي بدون أي تدخل من تدخل شخص ثاني أنه يعمل لك إياه هذي automatic بتصير لك بتصير معك broad network access resources available over the network and can be accessed by diverse client platforms طبعا broad network access ممكن أن هذه resources هذه متاحة في الشبكات ممكن أن تعملها access من خلال client platforms من خلال جهازك أو компьютera أو حتى الموبايل أن تعملها access لهذه resources لأن ها broad network access خاصية الثالثة هي multi-tenancy and resource pooling ما معنى multi-tenancy multi-tenancy tenancy المستأجرين multi-tenancy المستأجرين متعددين يعني كيف يعني multi-customers أكثر من واحد سواء كان هذو الـ organizations أو individuals or different departments within an organization أي شخص بدي استأجر resource can share the same infrastructure and applications with security and privacy اللي بدي إياها يعني ممكن resource الواحد physical resource الواحد hard disk أو computer نفسه أو data center نفسه رح نتكلم عن data center يعني خلينا نتكلم كالstorage the storage hard disk نفسه هذي الساعة التخزينية هذي ممكن يتم مشاركتها مع أكتر من واحد multi tenancy مع أكتر من شخص ممكن واحد ياخد من هذا الجزء أنا بدي 15 جيجا واحد بده أكتر واحد بده مثلا 100 جيجا نفس الهارد disk بتم تقسيمه على حسب الـ users نفس الهارد disk جزء منه هذا يعني بيصير خاص بال user A وجزء التاني بيكون خاص بال user B وهكذا هذي باستخدام حاجة اسمها virtualization رح نتكلم عنها بشكل مفصل في الشابتر الثالث virtualization اللي هو كيف مثلا الفكرة إنه إيش الفكرة إنه في عنا إحنا الفكرة في عنا هارد إفرض إنه هذا هو هارد disk هذا اسمه هارد ديسك هقولنا بدنا إحنا أحد السيربس المقدمة في الكلاود إنه storage space توفر لمساحة تخزينية هذه المساحة مثلا نفرض إنه هذا هارد ديسك في مثلا 100 تيرا 100 تيرا بايت طبعا هذا 100 تيرا بايت مثلا شركة 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 أمازون مثلا أو بسموها AWS شركة 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 أمازون والله أنا عندي 100 تيرا هذا أنا ممكن يعني مقسم أنا مثلا شخص أحمد بده 10 جيجا حسن بده 100 جيجا عباس بده مثلا 50 جيجا وهكذا الهارد ديسك نفسه هذا الهارد ديسك نفسه هذا بتم تقسيمه حسب الحاجة تبع الهارد ديسك سير أو بسموه ملتي تنانسي اللي هو يعني مستأجرين أو متعدد المستأجرين فهذه باستخدام حاجة اسمها كيف بنخلي مثلا بنقسم هذا الهارد ديسك لجزء بحيث هذا الجزء الخاص بأحمد وبيشعر أنه هذا أحمد بيشعر أنه هو فقط اللي بيعمل الهارد ديسك بعرفش أنه في ناس تانين مشتركين فيها أكتر من غرفة وكل واحد كل واحد له غرفة وكل واحد معاه مفتاح لغرفة وهو فقط أنه أنه مستأجر هذه الغرفة نفس الفكرة هان ولكن هان في الهارد ديسك مثلا والكلاود والكمبيوتر نفس الشي عندنا كمبيوتر مثلا كمبيوتر ممكن هذا الكمبيوتر وهذا الـ سي بيو أنت لما تستأجر مثلا الكمبيوتر بتقول أنا بدي السي بيو يكون سرعوته كذا الرام تكون كذا هذي الشغلات هو أنت مش هذا كمبيوتر بس إلك لحالك هو يتقسم جزء من هذا إلك وجزء الثاني للشخص الثاني وهكذا هذه العملية يسموها ونتكلم عنها طيب عنا يعني مساحة تخزينية كبيرة بولنج اللي هو زي كأنه مصبح بول معنها مصبح بولنج يعني كأنه نحن عنا ريسورس أو بول أو ريسورس كأنه مصبح في كل ريسورس وهذا وهذا مشترك ما بين اليوزورس أو المستجرين طيب الخاصية الرابعة من أحد الخصائص اللي تميز كلاود كمبيوتين إنه رابد إلاستيسيتي إلاستيسيتي يعني مرونة مرونة سريعة و قابلية التمدد إيش معناته أوتوماتيكلي معناته أوتوماتيكلي and كوكلي acquire and dispose resources when needed كوكلي and easily scale based on demand يعني مثلا احنا مثلا اخترنا كمبيوتر هذا الكمبيوتر مواصفات معينة اخترنا مثلا بدنا البروزيسور المعالج فيه بدنا واحد CPU في هذا الكمبيوتر اللي احنا اخترناه وعملناه في الكلاود اللي طلبناه طيب الآن احنا بدنا مثلا نضيف عليه او نزود عليه مثلا بدل البروستور بدي انا احسن من هذا الكمبيوتر بدل ما يصير عندي بدي بدل ما اكون البروستور واحد بدي مثلا خمسة بروستورز يكونوا بدي ازود خصائص تبعت هذا الخصائص تبعت الكمبيوتر هذه بدي ازودها مواصفات هذه الكمبيوتر بدي ازودها تمام ايش بصير ممكن انا بدلا ما اعمل هذا ممكن استبدل او مثلا اقول بدي اعمل موديفاي لهذا الكمبيوتر اخلي بدل ما هو عندي معالج واحد بدي اياه خمسة معالج المعالج خمسة بدي الرام تكون مثلا بدل ما هي اربعة بدي الرام تكون ستاش في نفس الوقت خلال دقائق ممكن انت تعمل هاي الشغلة هاي بسموها rapid elasticity وممكن في نفس الوقت اني انتقل بدل ما يكون عندي خمسة بروستور انا شايف خمسة بروستور كتير وحيكلفني اكتر فبدي اناقص بدل من خمسة بروستور بدي بدي بروستور واحد بدل من من 16 رام بدي رام واحدة اخ اربعة 16 جيجا بدي اربعة جيجا فرابد elasticity تمام ممكن في نفس الوقت انا في نفس الوقت انه مسلا بدي بدل الكمبيوتر هذا بدي اتنين كمبيوتر بدي تلاتة كمبيوتر بدي واحد مثلا في مناطق جغرافية مختلفة مثلا انا عملت سيرفر هذا السيرفر موجود في فلسطين وانا اكتشفت انه في عندي مثلا كاستمرز بعملوا اكسز للوق سايت تبعي في ناس يوزرز بعملوا اكسز للوق سايت تبعي من ماليزيا مثلا بيجو وهذا اذا بدوا يعمل اكسز من ماليزيا على السيرفر الموجود في المنطقة في المنطقة هذه طبعا السيرفر زي ما رح نشوف احنا عندهم سيرفرات حول العالم مثلا في الميدل إيست في سيرفرات في البحرين مثلا خاصة في الـ AWS الامازون كلاود كومبيوتر في عندهم مثلا نقاط معينة فيه او سيرفر أو data centers موجودة في البحرين فانا عمل الـ AWS سيرفر تبعي مختار الـ region تكون في البحرين لان هي اقرب region لي مثلا اقرب مكان عندي لفلسطين فانا عمل فيه سيرفرات تبعوني انا اكتشفت انه فيه ناس من الماليزيا بيجو طيب انا بدل ما اخلق الناس اللي في الماليزيا يعملوا اكسز على السيرفر تبعي اللي في البحرين تمام انا بدعمل كوبي لهاي السيرفر هذا وبيست في الـ region الموجودة في البحرين ايه سوري في ماليزيا في الـ Asian region فانا من السهل اني اعمل كوبي لهذه بما فيه من السوفتوير كل شيء نازل عليه جاهز ومجهز كأنه كوبي بيست لفايل وباست فيه وبأعمل نفس النسخة نفس النسخة هذه بنفس مواصفات الكمبيوتر هذا ونفس السوفتوير النازلة على هذا السيرفر بعملها في سيرفر موجود تاني في شرق اسيا عشان انه نحسن الـ performance والاداء تبع الـ system تبعي فهذه المعناته انه في عندنا scalability عالي quickly and easily scale based on demand بناءا على الطلب بناءا على الرغبة انه انا ممكن اعمل increase لـ service تبعتي وممكن اعمل decrease كمان scale up و scale down بسموها فاحنا ممكن في لحظة من لحظات انا مش عسنت انه هذا بكلفن كتير السيرفر اللي في بحرين بكلفن كتير ومش رح يكون فيه access عليه على طول delete بعمله ففي عندنا rapid elasticity and scalability طيب الخاصية الاخيرة measured service measured service يعني انه خدمة هذي انا ممكن اقيسها ممكن اعمل حساب انه قديش انا قديش انا استهلكت في الشهر اللي فات في الايام اللي فاته قديش ممكن انا عمل prediction للcost تبعات ال current month او next month فالusage is measured users pay correctly for what they have used rather than paying for hardware or software up front يعني هذي بيقارن انه لما انا بدي اشتري جهاز وانزل عليه الصوفتوير طبعا انا بدي اشتري الجهاز بدي ادفع مقدما up front ما انا مقدما فانا بادفع بشتري جهاز بادفع حقه وبشتري كمان الصوفتوير عشان انزله على الجهاز فانا بادفع مقدما اردي لشغلات انا بدي استخدمها وبالتالي انه احنا ممكن ادفع لهاي شغلات وما ممكن ما استفيدش منها ما استفيدش منها الاستفادة المرجوة مقارنة اذا بدي استخدم الكلاود تمام انا ممكن ابدأ جهاز صغير في الاول وبادفع بس فقط للاستخدام تبع الجهاز الصغير هذا اذا حسيت حاليا انه انا بدي اطور العمل وبدي اكبر الجهاز احسن الاسبسيفيكيشن تبعته لانه اليوزرز زاده ممكن ازود في الاسبسيفيكيشن تبعت الكومبيوتر تمام هاي اللي هو ال 5 characteristics of cloud computing طيب الان نيشي لل advantages of cloud computing ايش الميزات تبعت الكلاود كومبيوتين اول حاجة trade capital expenses for variable expenses يعني احنا بدل ما احنا ندفع مقدما احنا بنصير يعني trade capital expenses capital معناها رأس المال يعني التكاليف او مصريف اللي احنا بدنا ندفعها في رأس المال اللي احنا نسا مش عارفين هل احنا رح ننجح في العمل ولا لا بيصير احنا عندنا طبعا هذه شغلات ثابتة بتكون بيصير عندنا انه احنا variable expenses كان اشياء متغيرة بناء على استخدامك انت يعني pay on demand meaning there is no upfront cost مش عندنا مش عندنا cost مقدما رح ندفع you pay for only what you consume انت رح تدفع بناء على انت ايش انت ايش اللي استخدمته or pay by the hour minutes or seconds يعني احنا مثلا لما نستخدم database مثلا على سبيل المثال database database طريقة دفعها مثلا pair transaction بناء على انت قديش عملت transaction على database pair hour في الساعة مثلا او في الدقيقة او في الثانية قديش عملت انت access لهذه الهبايز بتدفع فبناء عليها انك انت بتصير بدل ما تدفع upfront تمام تدفع on demand تدفع بناء على الطلب بناء على pay or only what you have what you consume or pay by hour or minutes or seconds يعني هي اصلا في مصطلح عن cloud computing مصطلح معروف عن cloud computing pay as you go بتدفع زي ما انت زي ما انت بتستخدم instead of paying for upfront cost of data centers and servers بدل ما تدفع مقدما للسيرفر تشتري سيرفر او تشتري تعمل data centers راح نشوف ايش معنا data centers في السلايدات القادمة بس تدفع بس في انت فقط for what you have or what you consume طيب هاي اول advantage advantage التانية benefit from massive economies of scale you are sharing the cost with other customers to get unbeatable saving يعني انت برضو بمرات انت لما تستخدم اللي هو cloud computing مرات في عندك بتوفر في الشغلات لانك انت بتشترك في هادي الريسورس مع مع ناس تانين وبتدفع بس على قد اللي انت بتحتاجه فانت يعني طالما انك انت بتدفع على الاشي اللي انت بتستخدمه معناته انه في عندك توفير وفي عندك اقتصاء يعني بتوفر بيأثر على يعني مسئل economies of scale يعني في كتير من الناس hundreds أو thousands بيشتركوا في السيربر بيشتركوا في اجزاء من هذا السيربر سواء كانت هذي الاجزاء رامات أو سواء كانت اللي هو بروسيسور CPU أو ما إلى ذلك طيب stop guessing capacity طبعا scale up or down to meet the current need launch and destroy services whenever you want يعني انت بتصير انك انت بدل ما تصير تخمن انه او الله انا المفروض يعني انا بدي احاول رح يكون عندي مثلا meet users حيعملوا X على السيربر طبعا بالتالي انا بدي CPU بموصفات كذا وكذا فبتروح تشتري من الدكان وتشتري من المحل وانت ممكن هاد التخمينات اللي انت بتعملها هذه او ممكن انت التوقعات اللي انت بتعملها ما يكون ش منها ما يكون يكون في اكتر او اجل مثلا بموصفات او بموصفات بتعملها بالتالي انت فكرة انك انت تدفع زي ما انت تستخدم وفكرة انك انت تزود scale up او scale down الريسورس اللي بدك اياها هذه لحالها يعني هذه ميزة بتوفر لك بتوفر لك اللي هو سواء اقتصاديا او بتوفر لك من ناحية انك انت سهولة العمل في بيئة الكلود لانك انت اذا تشتري سيرفر تاني مثلا اذا تشتري اشتري سيرفر لقيت انه والله انت محتاج سيرفر تاني فاذا اذا تروح للمحل وتشتري السيرفر وتنزل على السوفتوير الخاص فيك مثل السيرفر هذا وفيه تير فيه بروسس وفيه شغل رح يصير عليك طيب كما حكينا انت انت تشتري سيرفر تاني بيدك مثلا اذا انت خاص اذا كان عندك شركة وفيها سوفتوير لازم بيدها طريقة معينة انك تنزل هاي السوفتوير عندك على الكمبيوتر بالتالي انت بدك ناس يعملوا لك هاي الكمبيوتر ناس يعملوا لك هاي الكمبيوتر فبدك طبعا مدة عبار ما انهم يجوا ويعملوا لك الشغلات هاي في حين لو انك استخدامت الكلاود زي ما حكينا ممكن انك انت تعمل كوبي لنفس النسخة بنفس الكمبيوتر والسوفتوير والاشياء هاي لهذا السيرفر كوبي من مكان وتحطهم في مكان اخر في منطقة اخرى بنفس مواصفات ونفس كل شيء طيب طبعا انت لما اذا تستخدم على الكمبيوتر يعني تعمل او الشركة تبعتك على الكمبيوتر الخاص فيك فانك انت رح تعمل الكمبيوتر للداتا وبتصير انت يصير عندك في عبق ثاني او عبق اداري اخر على يعني عبق ثاني خارج نطاق اللي هو البيزنس او خارج نطاق الـ تبعك فاقص على اداري اداري ونظر ونظر لغير الاجتماعي مثل راكين وستاكين ونطاق 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 عندك عمل ثاني اداري من ناحية اللي هو راكين وستاكين انه انت مثلا لما تجيب وتزبطهم وتحطهم في وتشوف وتشوف الموضوع الكهرباء وموضوع التكييف اذا فيه مسلا بحتاج انه بيئة معينة انك انت بيئة معينة انك انت موجود فيها فبالتالي انك انت بدك هتحتاج عمل زيادة عشان يتخلي الشغل ماشي كويس تمام طيب لما نتكلم عن الكلاود في لها اجزاء معينة او مكونا من ثلاث اجزاء رئيسية اجزاء اجزاء الكلاود في اعنا client اعنا data center رح نتكلم عنها وعنا distributed servers تمام طيب الآن ايه طبعا اعتقد انها هذه الغلط هاي طيب اول حاجة نتكلم عن client او كجزء ايه طبعا احنا نتكلم عن technical components قدام ولكن هذول components اللي هو الاجزاء اللي خاصة بالحوسة السحبية بعيدا عن technical components أنا client clients are the devices that the end user interact with to manage their information on the cloud clients اللي الاجزاء او الكمبيوتر اللي بدي اعمل الاجزاء على cloud service هذال الكمبيوتر هذال الكمبيوتر ممكن يكون personal computer ممكن يكون موبايل ممكن يكون tablet ممكن يكون اي device تمام ولكن هذال devices احنا بنصنفها او cloud providers بيصنفوها على ثلاث اصناب او ثلاث اشياء ثلاث categories mobile device او thin device او thin client او thick client mobile client اللي هو client زي اللي بيستخدم الموبايل موبايل معناها بالانجليز انه شي متحرك موبايل devices including PDA smartphones like blackberry windows iphone الشغلات او tablet يعني الموبايل العادي او tablet العادي الاجهزة اللوحية الاجهزة الكافية تمام هذا احد انواع لكلاين الثاني اللي هو ثم client ايش thin client thin client عبارة عن computers that don't have internal hard drives قوي والاشياء بس يعني thin client يعني كأنه زي client عبارة عن عبارة عن computer عبارة عن computer البروزيس تبعته بتتم ريموت اللي بتتم على السيرفر يعني مثلا نعطيك مثال thin client مثلا في عندك مثلا خلينا نقول هاي السيرفر اللي موجود على cloud هذا السيرفر رضي انو عنا السيرفر موجود على cloud تمام في عند client هذا client مثلا نعمل زي reservation على flight ticket مثلا هذا client اذا بدنا نعتبره هذا thin client ايش معنى thin client انو انا عندي computer هذا computer طبعا في اللي هو الشاشة هذه وفي معك mouse وفي معها keyboard عندما بدأ ابحث بدأ أخزن بيانات بدأ أمل أي حاجة هذه بتخزن على السيرفر هذا تخزن على السيرفر هذا ما بتخزن ولا أي شيء عندي على الجهاز هذا لأنه لدي hard disk كأنه عندي شاشة هذه الشاشة مشبوكة أو بتوديني على السيرفر أو كمبيوتر الثانية اللي في الكلاود وكأنها زي واجهة بس لما بدأ أعمل تخزين أو أي شيء بتخزن عندي على الجهاز لأنه لدي hard disk وحتى لو عندي hard disk هذا النوع من المنزل إذا تخزن ولا شيء عنده بعمل أي process عنده على جهاز هذا كل process والتخزين بتكون على hard disk أو على على سيرفرز موجودين على الكلاود مش موجودين على الكمبيوتر تبعي هذا بسموه thin client بسموه thin client لأنه أنا بس بس أنا عندي كأنه زي شاشة هذه الشاشة زي واجهة لهذا الكمبيوتر لهذه السيرفرز وعندي كيبورد عشان أدخل بياناتي وعشان أنه ممكن يطلبها السيرفر أو يطلبها السيستيم بداخل بياناتي وأي حاجة تخزينها وأي processing بتصير موجودة على الشيء بيصير موجودة على السيرفر الحقيقي اللي في الكلاود كمبيوتينج مش موجودة على my local computer يكون في عندي تخزين أي تخزين على local computer ولا أي processing ولا أي تخزين ولا أي شيء فهذا يسمى thin client a thick client is a regular computer كمبيوتر عادي using gobraiser like firefox أو internet explorer to connect to the cloud كمبيوتر عادي ممكن أنت تخزين على أشياء ممكن أنت تخزين على أشياء وممكن أن الأشياء الباكية إذا أنت بدك ترحلها على الكلاود ممكن ترحل على الكلاود تخزين على الكلاود فأنت ممكن تعتمد على الكمبيوتر تبعك في التخزين أو في processing وفي نفس الوقت ممكن تعتمد على الكلاود هذه كما استخدم ها thick مثلا thick هذه مثلا إذا تنزل تلزل مثلا اللعبة على الكمبيوتر وهذه اللعبة مثلا فيها sharing أو شيء مثلا ممكن أنت الprocessing هذه الحركات تحت اللعبة والprocessing ممكن تعمل من خلال CPU تبعك ولكن إذا تريدك تعمل update تعمل install تعمل chat تعمل communication مع اللعبين الآخرين طبعا هذا لن يكون لديك ستتواصل مع الآخرين اللي هو شابك أو shared by other users أو other people who are using the game the same game فإنت بالتالي إنك يجب عندك processing على الكمبيوتر تفزن بعض الشغلات على الكمبيوترك ولكن عندك update للسوفتوير وعندك communication للسوفتوير مع آخرين فإنت ستضطر إنك تستخدم الكمبيوتر هذا يسميه thick بينما thin تعمل أي processing عندك على جهازك كل إشي على الكمبيوتر إنت بس تدخل معلوماتك تدخل بياناتك والبيانات تترحل على الكمبيوتر الكبير هذا السيرفر الكبير هو اللي طيب هاي أنواع الكلاينت طيب الكمبوننس الآخر اللي هو نسموه data center data center عبارة عن collection of servers where the application you subscribe and host عبارة عن thousands actually it is thousands or hundreds of computers مصففين جنب بعض هيك شايف كيف هذا كمبيوتر 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 مصففين جنب بعض تقرفه هيك في غرف كبيرة ممكن تكون بنايات أكثر من بناية أكثر من مكان أكثر من مبنى servers where the application you subscribe and house أنت الابليكيشن تبعك والكمبيوتر تبعك في أحد هذه الكمبيوترات data center typically has tens of thousands of servers ال data center الواحد عبارة عن tens of thousands of servers data centers are where the data resides and data processing occurs يعني ال data center عبارة عن وين ما هي المكان اللي بتخزن فيه المعلومات واللي بنعمل فيه processing all data centers are online and serving customers كل data centers هاي الموجودة لازم تكون طبعاً و serving customers يعني لما نسمع data centers تخيل غرف أو مباني موجودة في نفس ال geografic place نفس الموقع ال geografic الواحد تمام وفيها thousands أو hundreds of computers موجودين شايف كيف موجودين مرصصين جنب بعض مرصصين جنب بعض موجودين طبعاً مشبكين بطريقة معينة مع بعض في شبكات وهذول بعملوا تخزين وبعملوا البروسيسينج والتطبيقات اللي احنا بنطلبها على cloud يعني اي واحد نقول احنا cloud service provider اي واحد بقدم خدمة السحابية امازون ولا مايكروسوفت ولا اي بم اي بي ام اي بي ام اي واحد بقدم خدمة السحابية هذه لازم اصلاً يكون عنده عبارة عن data centers منتشرة هذه data centers منتشرة في جميع انحاء العالم منتشرة بمناطق شغرافية متنوعة او اي اي مناطق شغرافية متنوعة و data centers عبارة عن data centers الواحد عبارة عن hundreds او thousands of computers موجودين في نفس المكان زي هيك و مشموكين بطريقة و بدنا عملهم ادارة و مانيج طريقة معينة طيب وطبعا ايش في كمان اذا هو data centers وعننا الدistributed sorry data centers و الدistributed servers تام حكينا في المحاضرة السابقة الدistributed servers عبارة عن servers are spread across different locations but work together as unified systems work together as unified systems طبعا احنا منقولك الدistributed servers الدistributed servers عبارة عن جزء من data center يعني ممكن احنا data center هذه مثلا عندنا هذا السيرفر مثلا هذا الكمبيوتر هذا يشتغل او يشترك مع سيرفر موجود في مكان اخر في data center تانية ويشترك مع سيرفر موجود في مكان تاني اخر في data center اخرى هذول السيرفرات مشتبكين مع بعض ويشتغلوا او بعملوا specific task هذول يسموهم distributed servers يعني هو عن جزء من جزء من اللي هو data center طيب data center actually is a centralized hub of servers where is distributed servers are spread across different locations but work together as a unified system وانتشر في different locations ولكن تشتغل مع بعضها ك unified system ك system واحد الفرق ما بين data center والdistributed servers من ناحية location data center عبارة عن centralized in one or few physical locations data center بكون موجودة اصلا في مكان او اكتر in one or few physical locations موجودين مكان موجود physical location مبنى مثلا 3 مباني ولا مبنيين موجودين مع بعض وهدولا موجودين فيهم كمبيوترات بينما distributed servers spread across multiple geographical locations ال purpose provide centralized storage management and processing of data الغرض من distributed servers كما قلنا work together across locations to provide redundancy reduce latency and improve server availability activity يشتركوا مع بعض عشان يعملوا to provide redundancy اللي هو يسميه زي تكرار يعني مثلا احنا ما قلنا انه الكمبيوتر هذا شابك مع الكمبيوتر هذا وشابك مع الكمبيوتر هذا ويشتغل في نفس ال application معناته يعني عملنا redundancy redundancy معنا انه زي عملنا copy من service يعني بدل ما يكون عنا server واحد اللي بعمل hosting للweb site هذا يعني اكتر من server كل واحد موجود في منطقة جغرافية مختلفة عن الثاني فبالتالي زودنا redundancy معناته صار في عنا اكتر من نسخة يعني معناته اذا كان هذا صار في server هذا في مشكلة السيستم سي يظل شغال لانه في عنا server سيرفرين اخرين شغالين في معنات اخرى تمام reduce latency and improve service availability reduce latency طبعا بقلل تأخير الخدمة يعني مثلا هنا لما نجي المثال هذا يفرضون هذا موجود مثلا في اسيا وهذا موجود في middle east وهذا موجود في افريقيا مثلا يعني الناس اللي في افريقيا بدلا ما يروحوا يعملوا access to server اللي في اسيا بعملوا access لل server اللي عندهم بدلا ما يوصل في ثلاث ثواني يوصل في ثانيتين الموقع فبعمل reduce latency and improve service availability بزود اتاحية السرب example use cases يعني مثلا 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 على data center hosting critical applications and data in a single secure locations نستخدم ها إذا احنا بدنا نعمل access أو نعمل hosting استضافة لأapplications تحتاج data تكون secure بدنا اشيئ هال data تكون موزعة تكون data secured في single secure location نستخدم data center ضيب distributed servers استخدم لل global users with low latency high availability like content delivery networks or global e-commerce platform this is mواقع or m m server servers الموزعة هذه لما تكون الخدمة موزعة في أكثر من مكان هذه احنا نستخدم ها ل اذا نعمل موقع مثلا e-commerce اللي هو تجارة الالكترونية بدنا احنا الموقع يكون موزعة في أكثر من منطقة جغرافية ما نفهم في الوقت الحالي ما نفهم انه مستخدم لما نتعمد نوزع الخدمة ونوزع الابليكيشن لأكثر من منطقة جغرافية معينة الـ data center ممكن نستخدمها او الـ data center ممكن تكون جيدة في حالة انه احنا بدنا نعمل hosting critical applications and data in a single secure location طبعا الـ data center احنا قلنا انه distributed server جزء من الـ data center طيب هاي مثال على اللي هو الـ data center كيف ممكن نستخدم الـ data center في مثلا الـ application زي الفيسبوك الفيسبوك الـ data center مثلا موجود في لوليا مدينة لوليا في السويد ايش السيناريو فيسبوك اوبرات امسيب data center in sweden في السويد this data center houses thousands of servers and handles data processing يعني احنا الفيسبوك مثلا خلينيقول الفيسبوك اللي موجود في الـ data center هذا ويستخدم data center موجودة في السويد هذا الـ data center مكونة من thousands of servers and handles data processing تعمل data processing تعمل storage و management of facebook users تعمل in this data center تمام لانك انت مخزن الـ data center او الـ data تبعتك كلها مخزن في مكان واحد انت لانك انت هذا الـ data center الخاص في الفيسبوك الموجود في منطقة معينة في السويد مثلا تمام اذا انت تستخدم هذا الـ data center او انت تستخدم منطقة قريبة من السويد تمام السويد هذه او الفيسبوك فيها data center يكون يخزن ويعمل 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 ابلودي الـ data تبعت الـ users في هاي الـ data center كل السيرفر هاي موجودة في واحد central كل السيرفر هاي موجودة في central central facility اللي موجودة في منطقة هاي في السويد في المبنى هذا هذا الـ data center زي ما قلنا انه محتاج انه efficient cooling تكييف خاص محتاج انه stable power supply محتاج انه الـ power supply اللي هو الكهرباء تكون ثابتة وتنقرقش علىها الكهرباء محتاج إدارة معينة even though facebook has multiple data centers ومع انه الـ facebook عنده multiple data centers ولكن each one operates as centralized hub for particular region or set of services كل data center خاص بريجن معينة الـ users اللي في السويد وما حولها الـ data center أو الـ data تبعتهم مخزنة في الـ data center هادي وكل processing تبعتهم بتكون مخزنة في الـ data center هادي وفي data center تاني في region تاني في بعمل processing وبعمل analyzing الـ data الموجودة الخاصة بالناس اللي belongs to that region تمام هذا كمثال احنا تكلمنا عن data center ايش هي data center قلنا الـ data center عبارة عن hundreds or thousands of computers موجودين في مكان جغرافي واحد من شرط يكون في نفس الغرفة ولكن جغرافي واحد مثلا مبنى كامل او كبير مكان كبير وفي سيرفرات هذه ممكن يكون أكثر من مبنى أكثر من مكان جنب بعض وهذول بعملوا processing data processing data و storing data معينة للـ users اللي موجودين في هذه المنطقة وهي عملنا كمثال على facebook data center طيب distributed computing احنا قلنا distributed servers صوري distributed servers قلنا بتستخدم في حاجة اسمها content delivery network الحين خلينا نشوف اش مثال عليها يعني مثلا عندنا مثال افرض انه انت عندك زي ما قلنا المثال احنا ضربنا انت عندك مثلا web server هذا web server موجود في منطقة معينة هذه المنطقة خلينا نقول هنا يعني web server تمام انت في عندك users من أكثر من مكان تمام في حاجة اسمها content delivery network content delivery network ايش هاد content delivery network عبارة عن servers منتشرة في مناطق جغرافية تمام انت الان عندك user مثلا موجودين في هاي المكان تمام بدل ما يعملوا access على original data بيعملوا access على اقرب نقطة لهم زي كأنه caching او زي كأنه proxy زي كأنه caching بيعملها caching لهذا الweb site مسير اليوزر بدل ما يطلب نسخة الموقع وبدل ما يطلب الموقع من الweb server الاصلي original web server وطلبها من اقرب نقطة ممكن تعملها زي caching اقرب نقطة ممكن تخدم ني انا وهذا نفس الشيء هنا مثلا هذا في عنا اللي هو server هنا لعمل عامل caching لنفس الموقع وسير بر هنا عامل caching لنفس الموقع وسيربر هنا عامل caching لنفس الموقع ونفس الحالة هذه فاليوزر بدل ما اطلب انا من ال original server باطلب من الهو content delivery network باطلب من هذا السيربر اللي عامل caching لهذه الموقع طيب في سؤال افرض مثلا admin عمل افرض مثلا admin او مسؤول الموقع عمل update او تحديث لهذا السيربر تمام هذا التحديث سينتقل مباشرة ما بين السيربر original هذا و contents delivery network هذا او سيربر مباشرة 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 او مباشرة 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 او تغيير لهذا الموقع او تعديل اي شيء لهذا الموقع التعديل التعديل سينتقل او التعديل هذا سينعمل له الو location او هذه باستخدام cloud front رح نشوف كيف ممكن نستخدم هذه لما نعمل رح نشوف كيف ممكن نعمل احنا موقع وكيف احنا الموقع هذا نعمله زي كاشينج بحيث انه الوزر الموجودين في نقاط معينة هدولة ممكن يعمل اكسز لهذه النقطة او لهذا الموقع من خلال النقاط هذه طبعا كيف هو الفكرة الفكرة انه الفكرة انه كيف هنعمل اراز لكي برضو فيه شغلة بدنا نوضحها الحين الامازون كمثال الامازون هاي مثال هاي الامازون كمثال عندها موجودين في اكتر موزعين على جميع انحاء العالم موجودين هنا و موجودين هنا موزعين في جميع انحاء العالم طبعا لما نقول في جميع انحاء العالم مش معنات انه في كل بلد و كل منطقة لا هم حسب ما هم كيف شايفين انه مقسمين العالم هم ك مناطق جغرافية في عنا اشيان ريجن في عنا ساوث افريقا في عنا يوروب في عنا يو اس ريجن قسمينها ميدل ايست ريجن قسمينها هم اريد عندهم سيرفرات هنا عندهم البنية تاعة الكلاود موجودة عندهم اريد هنا انت افترض انه في عنا يوزر عمل السيرفر الويب سيرفر عمله في هذه المنطقة عملنا السيرفر في هذه المنطقة انت ممكن تقول للكلاود تقول لامازون انه انا بدي اعمل كونتين تليفر نتويرك بدي اعمل كاشنج لهذه الموقع تابعي في المناطق في السيرفرات الموزعة على المناطق الجغلافية المختلفة انت زي بتعمل كأن كونفيجراشن انه هذا الموقع بدي اعمله كاشنج للسيرفر هما اريد عندهم سيرفر مش عشان خاطر كان هما اريد عندهم سيرفر هان بدي اعمل كاشنج للمواقع وعندهم سيرفر هان طبعا كله بفلوس تطلب من الامازون انه انا بدي اعمل كاشنج لهذا الموقع في المناطق الجغرافية هذي الموزعة عندكو هنا فبالتالي انت بتعمل انابلين لهذا السيربس انه انا بدي اوزع هاي الموقع بدل ما اليوزر يعمل اكسز ل الموقع الوريجنال تبعه هان يعمل اكسز لخليه يطلب الموقع من خلال من خلال اللي هو البروكسي اللي موجود هان او الكونتين ديليبري نتورك الموجودة عندكو هنا مش انتو عندكو سير برد موزع على خول العالم وبتعمل كونتين ديليبري نتورك انا بدي اعمل انابلين لهذا السيربس انه تتوزع في المناطق الجغرافية المختلفة فهاي حاجة بيسموها هذا الخدمة في الكلود او في الامازون بيسموها كلاود فرونت خدمة بسموها كلاود فرونت تسمح لليوزر تسمح للديفلوبر انه انا اعمل كاشينج للموقع التبعي طبعا مش شرط انه موقع يكون كاشينج ممكن اذا في عندك مسلا داتا بيز انت الداتا بيز هاي بتتعمل كاشينج لها في المناطق المختلفة هاي ممكن تعملها فيديو ستريمينج سيستم مسلا عندك انت هان بدلا ما يصيروا يعملوا اكسز للفيديو من خلال الوريجنال بلايس يعملوا اكسز من خلال اللي هو كلاود فرونت او اللي هي كونتين ديليبيري نتويبك تمام فهاي هاي طبعا هادي ايش بنعملها امبليمينتيشن هي بقى عملا عن سيربر هادي سيربر هانا وسيربر هان وسيربر هان وسيربر هان وسيربر هان فهايك بكون الموضوع اللي هو زي يعني ديسيبيوتيد سيربرز تمام طيب الحين نيجي لها فاكم مثال ناخدك ككيسسستدي كيسستدي لا اللي هو الكلاود سيرفيس بروفايدر ناخدك ككيسستدي اللي هو الامازون ويب سيربس الويوس بارعة قتصل لامازون ويب سيربس إيش الامازون ووب سيرفيس الامازون ووب سيرفيس هي عبارة عن هو الامازون نقسم نقسم الكلود تبعتها نقسمها أول شيء مناطق أنا في عندي مناطق جغرافية معينة في عندي منطقة مثلا نحن تطلع على مثلا تحول العالم في عندي مثلا أنا منطقة هذه منطقة مثلا بتغطي المنطقة هذه في عندي سيرفيس بتغطي منطقة هذه في سيرفيس مثلا سيرفيس بتغطي مناطق الأفريقية وهكذا فهذه نسميها كريجينز نقسمين الداتا سيمتر ومنقسمين الانفراستركشور تبعتهم البنية تبعتهم البنية التحتية تبعتهم لما نقسمينها لريجينز لمناطق جغرافية تمام؟ AWS region is geographical area منطقة جغرافية كل منطقة جغرافية كل منطقة جغرافية مقسمة لأكثر من اثنين أو اكثر availability zone حاجة نسموها availability zone داي زون نسموها زون إذا أنتم مش عجبكوا availability zone يعني في عنا منطقة جغرافية كبيرة مثلا يفرض زي عن المسألة هذا في منطقة جغرافية ريجين اسمها لندن ريجين اسمها لندن لندن نفسها هادي الريجين مقسمة ل منطقة جغرافية منطقة جغرافية منطقة جغرافية تلات أجزاء لندن نفسها مقسمة لتلات أجزاء تمام؟ هذه بسموها availability zone AZ طبعا كل availability zone مفروض يكون رحظة طبعا كل availability zone is made up of one or more data centers كل availability zone هادي كل availability zone هادي فيها واحد أو أكثر data centers يعني thousands or hundreds or more than that in availability zone يعني كأنه بقول لك احنا لدينا منطقة جغرافية معينة منطقة جغرافية داخل منطقة جغرافية هادي كأننا availability zone كأننا availability zone هذه availability zone عشان يغطوا العالم هما هيك بعمله هذه availability zone فيها data centers واحد أو أكثر من data centers انكر انتركنيكتد with other availability zone in region using high speed private links طبعا كل availability zone هادي أو كل data center هادي هذه data center طبعا مشتركة مع بعض أو مشبوكة مع بعض تمام وهاي data center مشبوكة الـ availability zone نفسها مشبوكة مع الـ availability zone الأخرى يعني إذا بدنا نمثلها إذا بدنا نمثلها إحنا بهذه الطريقة ممكن نقول هيك مثلا ممكن نقول هيك إحنا مثلا هاي العالم هيك مثلا تمام في عندنا الـ AWS مزود الخدمات السحبية أمازون اللي بسموه أمازون مزود الخدمات السحبية هذا في عنده region مقسم العالم لـ regions في عنده أنا هاي ريجن وفي عنده هاي ريجن وفي عنده هاي ريجن مناطق جغرافية موزعة مختلفة كل منطقة جغرافية فيها availability zone نفس المنطقة جغرافية هذه مثلا منطقة جغرافية الـ Asian region مثلا منطقة الـ Asia هذه مقسمة برضو لـ data centers اي سوري لا availability zone فيها اثنين او اكتر من потребability zone هاي الـ Availability طبعا هاي هاي مشبوكين مع بعض الـ region هاي مشبوكين مع بعض تمام وهاي availability zone هاي طبعا مشبوك خلص في availability zone الأخرى مشبوكين مع availability zone الأخرى الـ Available Zone هذه نفسها في داخلها Data Centers سنقولنا Data Centers برعاً 1000 أو 100% من كمبيوتر مشبوكين مع بعض بشتغلوا بعمل تخزين للـ Data و الـ Processing للـ Data هذه الـ Data Center هذه نفسها تمام هذه برضو مشبوكين مع بعض طبعاً وبالتالي هذه الـ Data Centers مشبوكة مع بعض والـ Available Zone هذه مشبوكة مع الـ Available Zone الأخرى وهكذا تمام فهذه هذه عبارة عن اللي هو الـ Global Infrastructure طبعاً إنت لما بدك مثلاً أنت كشخص كاستمر بدك مثلاً والله بدك تستخدم الـ Available Zone تستخدم الـ AWS الـ Amazon Cloud Service أول حاجة بطلب منك تفتح حساب هتفتح حساب لما بدك تفتح حساب بقول لك أنت مثلاً أنت خلاص فتحت حساب ودخلت على اللي هو الـ Management Console ودخلت على الـ Resources تبعتهم تمام الحين بقول لك أنت أنت ناسم ما بدك تطلب والله أنا بدي أعمل سيرفر أول حاجة قبل أن تعمل السيرفر بقول لك أنت بدك تعمل السيرفر أو أنت بدك الـ Resources هذه اللي دك تستخدمها بقول لك أنت تعمل السيرفر في أي ريجين بقول لك أنت تستخدم في أي ريجين بقول لك أنت تستخدم مثلاً في الـ Europe ريجين أو في الـ US ريجين أو في الـ Middle East ريجين أنت عندك الـ Options عندك الاختيارات هو الصح أنك تستخدم ريجين أقرب إليك لأنه تكون أنت أسرع ولكن في سيرفر مثلاً في الـ Middle East تقدمش كل السيرفر تقدمش كل السيرفر كما هي موجودة في الـ US الـ US مثلاً في عندهم سيرفر أكثر اليوروب مثلاً في عندهم سيرفر مختلفة عن الـ Middle East فأنت بقول لك أنت بدك تعمل الـ Access أو الـ Resources تبعتك تحت أي ريجين بدك تستخدم أنت مثلاً تقول لك أن تستخدم الـ US فأنت في خيار عندك تختار الـ US وبناءً على أي ريسورس أي حاجة تعملها بعملك إياها داخل الـ US هذه في هذه الـ US فبالتالي أنت مثلاً ثاني يوم مثلاً ثاني يوم إذا أنت مثلاً بدك تغير تقول لك أن تستخدم الـ Middle East حتى تستخدم الـ Middle East حتى تستخدم الـ Middle East حتى تدخل لك على الـ Middle East حتى تقول لك أنت الـ Resources ستكون في الـ Data Centers الموجودة في الـ Middle East وبالتالي أنت الخدمات المتاحة المتوفرة في الـ Data Center هذه والخدمات الموجودة فقط التي تحتملها تحتملها فهيكاً تكون تقديم الخدمة تمام؟ سنرى بشكل عملي كيف يمكن أن نقوم بعمل حساب وكيف يمكن أن نقوم بعمل حساب وكيف يمكن أن نختار الـ region ونقوم بعمل حساب ونقوم بعمل حساب إلى الـ Web Server وننشئ الـ Web Server خاص فينا في مناطق الجغرافية أو في الأموال الأول اللي نختارها كيف يمكن يتم عمل هذا الشيء بำ مرة حسابها انتهينا ووصلنا للجزء الأول من هذه المحاضرة ہouble نتحدث عن الجزء القادم ماід Weller أنواع و هو السيربس موديل والبلاتفورمز والديبلومينت موديل وهي الأشياء أتمنى أن يكون الشرح واضح ومفهوم وإذا في عندكم أي سوء أو أي سبساء ممكن أن يتناقش فيه في حصة المناقشة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته